مرحبا وشكرا لم تابعتكم تيك مشن بهالفيديو راح اعرفكم على احدث درون من DJI هو النسخة المطورة من درون DJI Mavic Air 2 لقدامي هون بس بالدرون الجديد ما عد فيه بالاسم Mavic صار الاسم DJI Air 2S وهو بيشبه Mavic Air 2 الاصلي بكتير اشياء بس ما بالكاميرا ابدا هون في عنا سنسر إنش وهذا الشي بيعمل فارق مؤليل نهائيا أنا أخذت هذا الدرون من Advanced Media بدبي الوكيل الرسمي والحصري لشركة DJI بدبي وبحب أشكرهم كتير على مساعدتهم بتنفيذ هذا الفيديو كمان بحب بركلهم بالمعرض الجديد والكبير على شارع الشيخ زايد اللي أنا شخصيا بشتري منه كتير من معداد تصوير تبعتي شكرا Advanced Media وتابعونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مناسبين للمبتدئين بعالم الدرون في عنا سلسلة ميني وسلسلة اير اهم نقطة بتجمع هالسلسلتين انه هن انتنتين بيشتغلوا على تطبيق دي جي اي فلاي وليس تطبيق دي جي اي جو اللي بتشتغل عليه الدرونات الاعلى تطبيق دي جي اي فلاي بيخلي عناليد طيران اسهل بكتير للمبتدئين مع انه من حيث الامكانيات احترافي تماما وما بيقيل عن تطبيق جو باي مواصفات هون نحن شايفين ثلاثة درونات دي جي اي مافيك ميني الاصلي الاول مو ميني 2 وعنا مافيك اير 2 وكمان اير 2 اس هالدرونات الثلاثة بالاضافة للميني 2 اللي معنا يا هنن افضل درونات للمبتدئين من دي جي اي بس دي جي اي اير 2 اس بيتميز عن البقية كلهم انه في عنده سنسر انش مثل مافيك 2 برو وبيصور عشرة بيت اذا صورنا لونج وبيقدم جودة فيديو افضل من البقية بكتير وجودة صور افضل من البقية بكتير بكتير كمان فيه سنسرات علوية بالاضافة الامامية والخلفية والسفلية وكمان فيه عيب مهم انه مرات ضمن ظروف محددة تظهر المراوح جوا اللقطة بالمقارنة مع سلسلة ميني لاير 2 اس اكبر بالحجم بمنيح فيه سنسرات فيه ميزة التتبع اقوى بالبطارية وافضل بالكاميرا بمراحل ميني الاصلي بيسجل فيديو لغاية 2.7 كي 2.7 كي الميني 2 بيسجل 4 كي والاثنين بجودة جيدة جدا ما عندي اعتراض عليها بس بالصور الضوئية لاثنين اضعاف وهي كان دائما النقطة السلبية على الميني طبعا بالفيديو في فرق واضح لصالح الارتو اس بالجودة خصوصا لما منصور لوغ بس المقارنة الفعلية رح تكون بين ايرتو اس و ايرتو الاصلي هل الفارق بيستاهل الترقية بيناتهم من حيث الشكل الدرونين بيشبهوا بعض كتير الفرق الاساسي واللي دغري من لاحظه هو وجود السنسرات العلوية بالاس هدول بيشتغلوا سنسرات امامية وقد الدرون بيكون ماشي بسرعة للامام وسنسرات علوية وقد بيكون طالع لفوق براحته ما تبقى من الاعلى ومن الاسفل وعن الجوانب الدرونين متطابقين تماما الفرق التاني وهو المهم جدا هو الفرق بحجم الكاميرا مو صعب ابدا تلاحظوه كاميرا الاس اكبر بشكل واضح ورا الكاميرا في فارق مهم كمان بس مو سهل تلاحظوه الجيمبل بالاس مصنوع من الاليمنيوم مو بلاستيك مثل المافيك اير 2 البطاريات هي ذاتة والمراوح هي ذاتة والحقيبة اللي بيجي فيها الدرون هي ذاتة جهاز التحكم في اختلاف طفيف كتير بدل نمط ترايبود صار اسمه نمط سيني دي جي اي اير 2 اس بيوزن حوالي 600 جرام الا شوي السرعة القصوة بالنمط الرياضي 19 متر بالثانية بيجي مع تقنية اوكيو سينك 2 يعني مدى قريب من 8 كيلو متر هوم بالامارات مع اتصال كتير ممتاز بالكنترولر ونقل الفيديو بدقة 10-80 ومثل المافيك اير 2 في عنا ذاكرة داخلية 8 جيجا بايت بالاضافة لامكانية استخدام كرت الذاكرة مع الدرون لما بتشتروا الفلايمور كومبو تاخدوا بطاريتين اضافيتين اربع فلاتر اندي وشاحن خارجي وهالشنطة الحلوة فلاتر اندي اللي بتجي معو هي اربعة وثمانية وستاش واثنين وثلاثين يعني اربع ستوبس بمجال تخفيف الاضافة وطبعا كتير مهمين ومنحتاجهم جدا لانه فتحة العدسة بالكاميرا ثابتة على 2.8 وهلأ منحكي اكتر البطاريات كل واحدة بتخليك بطاير الدرون قريب 30 دقيقة اقل بشوي على ارض الواقع مع احتساب زمن العودة واحتمال وجود رياح وهيك قصاص فينا نعتبر انه بتلات بطاريات رح نطير الدرون ساعة وربع مرتاحين قريب ساعة ونص اذا الظروف كلها كانت مناسبة بفيديو قادم رح اعطيكم دليل المبتدئين للطيران بالدرون والوظائف المختلفة اللي منلاقية فيه اثناء الطيران وكيفية استخدام تطبيق DJI Fly انتظرو هالفيديو اما اليوم فرح نركز على الكاميرا بشكل رئيسي منبدأ من العدسة العدسة 22 مليمتر يعني واسعة جدا مقارنة بـ 24 مليمتر او 28 مليمتر منشوفها بالدرونات البقية من DJI هالعدسة بتعطينا حق الرؤية ممتاز سلبيتة الوحيدة هي خطأ تقني ما من DJI بخلينا منقدر نشوف المراوح ببعض الحالات اثناء الطيران مو بكتير حالات بسرعات معينة ولما بيكون الجنبل الاعلى فتحة العدسة ثابتة عند F2.8 وهالشي ممتاز للاضاءة المنخفضة بس بالاخذ بعين الاعتبار انه بغالبية الدول ومن بين الامارات ممنوع الدرون اساسا يطير ليلا من دون تصريح خاص ما شفت انه كتير مفيدة بالنسبة لقيلي لو كانت فتحة العدسة ثابتة عند F4 كان افضل طبعا لنعود هذا الشي تجي اي عم تعطينا مع الدرون فلاتر ND اللي خبرتكم عننا قبل شوي انا ما بطير الدرون من دون هاي الفلاتر بصورة عامة الا لما بكون عم صور قريب جدا من الفجر او عند المغرب السنسر انش متل ما حكينا قبل شوي يعني متل سنسر مافيك 2 برو من حيث الاس بس مو متلو تماما من حيث التقنية مع انه اثنين بشكل اساسي هنا من صناعة سوني بس المافيك 2 برو بياخد السنسر من هاسل بلاد اللي بتعمل تعديلات الخاصة على بنية سوني قبل ما اطعطي السنسر لدي جي اي انا شخصيا سعيد لانه سنسر الاس مو من هاسل بلاد اخذت دي جي اي من سوني مباشرة ليش؟ لانه الفور كي هون ما بيعتمد على تخطي السطر لين سكيبينج هاسل بلاد عملت لين سكيبينج بالسنسر تبع 2 برو اما هون ففي عنا فول ريداوت للسنسر الا اذا عم نصور اكتر من 30 اطار بالثانية وكمان هلا امنحكي بدقة الفيديو في عنا 5.4 كي لحد 30 اطار بالثانية فور كي لحد 60 اطار بالثانية و 10.80 لحد 120 اطار بالثانية ايشي فوق 30 اطار بالثانية رح يعمل كروب كتير اوي على السنسر لدرون ما بيصور 422 بيصور 420 بس ولكنه بيصور عشرة بيت لما منختار اللوغ مود وباللوغ مود عم ناخد نتيجة ممتازة وتلوين الفيديو ما صعب ابدا وما بيتطلب خبرة واسعة بس اذا ماكت بتحب تلون بتحب تاخد اشياء جاهزة مباشرة صور بالستاندرد بيكتر بروفيل من دون اللوغ ورح تاخد نتيجة ممتازة بال 5.4 كي وبال 4 كي وكمان بال 10 80 جونة الفيديو اللي عم ناخده من هالدرون ممتازة جدا بكل الاحوال وانا جدا ساعد فيها بس طبعا اذا في عندك شوية خبرة اكيد بنصحك تصور باللوغ منشان تكسب العشرة بيت ومتل ما قلتلك تلوين اللوغ ما صعب كتير وممتع جدا الحقيقة اذا منقارن مع المافيك 2 برو هون في عنا دقة اعلى بالاير 2 اس لانه عنا 5.4 كي مقابل 100 ام بي بي اس بالبرو ايضا وايضا الفور كي بالاير 2 اس بيعطينا الاحت 60 اطار بالثانية مقابل 30 بالمافيك 2 برو يعني بعبارة بسيطة جودة الفيديو افضل بالاير 2 اس من مافيك 2 برو صدقوا او لا تصدقوا بس رح تحفظ شوي عند هاي النقطة لانه المسألة مو بهاي البساطة لما منصور اللوغ مناخد البتريت العالي ومناخد الجودة الممتازة بس ما فينا نعمل زوم رقمي اثناء التصوير ولازم منلون بعد التصوير انا ما بهمني زوم الرقمي نهائيا بس انتو اذا بهمكم لازم انتبهوا على هاي النقطة لو منصور فور كي مع اي شيء اعلى من 30 اطار بالثانية بصير في عنا كروب واضح بالصورة وهالكروب يعني انه الدرون ما عم بيستخدم السنسور الكامل يعني ما عدنا مستفيدين من انه عنا 1 انج سنسور طبعا هالشي ما بيعني باي شكل الاشكال انه جودة سيئة انا كتير مبسوط بجودة الفيديو اللي عم اخذه من هذا الدرون بس حبيت نبهكم على هاي التفاصيل من شان الدقة والامانة العلمية على ارض الواقع الفيديو رائع وما الي عليه اي كلام هاي اللقطات كلها مصورة بنمط اوتو والدرون عم متصرف بالاعدادات مع اندي فلتر 16 وانا سعيد جدا بالنتائج بميزات التصوير في عنا نظام تخطي العقبات obstacle avoidance يعني الدرون ما بيضرب بشيء اثناء الطيران للامام او للخلف او للاعلى او للاسفل على الجوانب ما في سنسورات وبالتالي هاي الميزة ما موجودة فانتبهوا اثناء الطيران الجانبي شي تاني مهم السنسورات ما عادت تشتغل اذا حطيتهم مطر رياضي بمجرد بحطينا sport mode ما بقى في تجنب عقبات فانتبهوا انتبهوا انتطيروا غير تجنب العقبات في عنا المتابعة او التراكينج ناشحة لابعد الحدود رح فارجيكم اياها بالفيديو القادم ان شاء الله في عنا ميزات التصوير التلقائي مثل quick shots ناشحة جدا ونتائجها كتير حلوة للسوشال ميديا بالاضافة لهذا الشي درون ممكن هو يصور شي اسمه master shots هون هو بيختار اللقطات هو بيصور اللقطات هو بيتحرك لوحده هو بيعمل منتاج لهذه اللقطات وبيضيف موسيقى وبيعطيكم شي جاهز للنشر مباشرة من الدرون للسوشال ميديا طبعا quick shots والmaster shots كلها بدقة 1080 ما تتصور 4K ولا 4K بس اكتر مكافية لوسائل تواصل اجتماعي هو ممتعة جدا جدا واكيد رح تحبوه اذا جربتوه نقطة تانية كتير مهمة بهذا الدرون بسبب السنسر الوان انش هو التصوير الضوي انا لحد اليوم باي درون تاني استخدمته ما كنت سعيد ابدا بالتصوير الضوي طبعا انا ما جربت المافيك 2 برو مش هنكون دقيق اللي جربتون هن سلسلة الميني وسلسلة الاير قبل هذا الدرون لحد اليوم ما كنت سعيد نهائيا من نتائج التصوير لان الصور ما عم تكون دقة كويسة وما عم تكون الوانة كويسة وما عم يكون الديناميك رينج كويسة نهائيا اليوم اختلف هذا الموضوع نهائيا رح فرجيكم بعض الصور اللي انا اخذتها بهذا الدرون حقيقة في مجموعة خيارات كتير حلوة بالتصوير الدقة 20 ميجا بيكسل لكن فينا نرفعها عن طريق البيكسل ما رح يدخل بهذا الموضوع اليوم بال20 ميجا بيكسل بالوضع الطبيعي في عنا دايناميك رينج ممتاز الوان كتير حلوة قدرة على التعديل كتير حلوة اذا صورنا دي انجي اللي هو الرو تبعه وبنفس الوقت عم بيكون في عنا قدرة على التقاط اشياء كتير حلوة بفضل العدسة 20 او 22 ميلي متر بدقة متل ما خبرتكم رح يكون في فيديو تاني خاص للحكي عن انماط الطيران ودليل التشغيل وغيرها من التفاصيل فانتظروه اما هلأ فابقل لكم شكرا متبعدكم هالفيديو اللي ان شاء الله كان مفيد بالنسبة للكم ما تنسوا تشتركوا بالقناة والتابوني على انستغرام وانا بشوفكم بالفيديو القادم